السلام عليكم ورحمة الله فيديو اليوم رياضيات للصف الرابع الابتدائي طلبوا من عندي موضوع القسمة اختارت انا صفحة 99 هذا موضوع القسمة راح اخذ اشكم تمرين واشرحها قايل اجد ناتج القسمة وتحقق من الناتج ادي اولا 96 تقسيم 3 راح اشرح هنا 96 القسمة 96 تقسيم 3 96 تقسيم 3 اسويه هذا قسمة طويلة لان هذا يحتاج الى قسمة طويلة اكو قسمة قصيرة واكو قسمة طويلة فهذا 96 تقسيم 3 يحتاج الى لان عدد كبير يحتاج الى قسمة طويلة هنا اعدي 96 وهنا ل3 اخليها نقسم عدد عدد اخذ التسعة التسعة تقسيم 3 شكت بيها بيها 3 شوفوا ماماتي اذا ما حافظين جدول الضرب صف رابع ابتدائي فاقول اخلي يعني 9 واحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مو هاي تسعة قسموها على 3 هاي 1 2 3 خلوهيج واحد 1 2 3 خلوهيج اثنين 1 2 3 خلوهيج تلاث اذا نجد طلع ليه 3 اكتب 3 فوق وهنا ضرب احضرب 3 فيه 3 9 ابدي اطرح لانا القسمة عدي طرح مو مثل الضرب يعني اجمع ف9 ناقص 9 صفر انتهيت من الاول الواحد انزل الستة لانا انا قسمت التسعة راح انزل الستة اقول 6 تقسيم 3 بيها 2 2 فيه 3 6 وبعدين اطرح صفر صفر اقول 6 باعوا 1 2 3 4 5 6 مو هذة 6 تقسمها على 3 هاي بيها 1 هاي بيها 2 اذا 2 هسا طلع لي 32 طلع لي 32 يقول اتحقق شون اتحقق التحقيق التحقيق ها عيني راح نضرب 32 فيه 3 شوفوا ما ماتي شون اتحقق ناتج القسمة في المقسوم عليه ناتج القسمة في المقسوم عليه واذا اكو باقي اقول زائد الباقي فرح نضرب عمودي احسن خاطر تفتهمون 3 فيه 2 6 و3 فيه 3 9 شوفوا هذا طلع 96 اذا ما طلع 96 يعني خلي غلط لكن هذا طلع 96 ان شاء الله افتهمت ورح ناخذ 600 و85 تقسيم 2 يلا يا ماماتي اخلي قسمة طويلة 600 ولكن عدد كبير قلت لكم 2 اخذ رقم رقم 6 تقسيم 2 مثل ما قلت لكم سووا 6 خطوط بها 3 3 فيه 2 6 ابدي اطرح 6 ناقص 6 صفر ايش انزل الرقم اللي وراه 8 8 تقسيم 2 بها 4 مثل ما قلت لكم سووا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 قاي نقسم على 2 باعوا هاي 1 هاي 2 هاي 3 وهاي 4 اذا نطلع لي 4 حذروا بـ 4 فيه 2 8 هنا صفر انزل الخمسة 5 تقسيم 2 اشقد بيها باعوا شوف الخمسة 1 2 3 4 5 تقسيم 2 هاي بها وحدة وهاي بها 2 هنا طلع باقي عادي اذا يطلع باقي مو حلكم غلط 5 تقسيم 2 اشقد طلع لي مو 2 حذروا بـ 2 فيه 2 4 اقول 5 ناقص 4 بيها واحد هذاني الاصفارة تريد تنزلون تريدون ما تنزلون ميهم طلع لي الباقي واحد شوف هذا طلع لي صفر الباقي هنا طلع لي الباقي واحد خلينا نتأكد التحقيق التحقيق اهم شي التحقيق حتى لو ما راد المعلم تحققون انتو لازم تحققون خاطر تعرفون الحل مالتكم صح له غلط 342 فيه 2 2 فيه 2 4 2 فيه 4 8 2 فيه 3 6 زائد 1 باع يوم وزائد 4 5 وثمانية 6 طلع لنا 685 اول مرة شويت التحقيق ضربت 342 فيه 2 وطلع لي 684 زائد الباقي اذا اكو باقي زيدة من الباقي طلع لنا 685 راح اخذ لكم بقى بس مثال واحد خاطر خاف ما افتهمتو انا اخذ 938 تقسيم 7 938 تقسيم 7 خلنا نتأكد ايه والله يلا يوم اقول 9 تقسيم 7 بيها وحدة هم مثل ما قلت لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شوف هاي 9 قسموهش كم 7 حسبوا 1 2 3 4 5 6 7 اذا هاي وحدة شقد بقن بقن 2 واحد فيه 7 7 نبدي نطرح 9 ناقص 7 شقد بها 2 باعوا مو بقى 2 انزل 3 تقسيم 7 لا انزل الرقم الورا 9 23 تقسيم 7 هم روحوا هام اذا عدكم رقم طويل يعني مثل هذا تقولوا شون رح ساوي 23 خط روحوا على جدول السبعة شوفوا كل طريقة خليتها لكم بعد ما اكو حجة روحوا على جدول السبعة اقول 7 فيه 1 شوفوا 7 7 فيه 2 14 7 فيه 3 21 7 فيه 4 28 شوفوا بين الـ 21 وبين الـ 28 اذا يا هو ما راح اخذ العدد التشبير راح اخذ 23 تقسيم 7 جد بها بها 3 يعني خذت هذا القريب من الـ 23 ما اخذ الـ 28 لازم اقل 28 اكبر من 23 3 فيه 7 21 نبدأ نطرح 3 ناقص 1 بها 2 هنا صفر شأنزل الرقم الوراء لـ 8 28 تقسيم 7 بها 4 خلينا شوفوا 7 فيه 4 مو 28 طلعنا 4 4 فيه 7 28 نقسم 0 0 خلينا تحقق 104 ما طلع للباقي 134 فيه 7 خلينا شوف حل صح غلاط 7 فيه 4 7 فيه 4 28 7 فيه 21 22 21 22 23 23 7 فيه 1 7 و 2 9 شوفوا طلع عنا 938 حل صح بس ناخذ هذا أبو الاصفارة خافوا تقولون هاي شون الصفارة 200 تقسيم 5 يلا يلا هاي نسوي قسمة طويلة 200 تقسيم 5 راح أقول 2 تقسيم 5 ما بيها شوفوا ما ماتي 2 يعني أصغر من الخمسة لازم هنا الأكبر وهنا الأصغر إذن ناخذ العشرين يوم 20 تقسيم 5 بيها 4 4 فيه 5 20 صفر صفر بقى صفر أنزل جوه وأنزل فوق إذن طلع ليش قد 40 200 تقسيم 5 قلت 2 تقسيم 5 ما بيها الاثنين أصغر من الخمسة المفروض هنا العدد الكبير وهنا العدد الصغير فقول أخذ الرقم الوراء 20 تقسيم 5 بيها 4 مثل ما قلت لكم تروحون على ججوة الخمسة خلينا أشوف باعوا 5 فيه 1 5 5 فيه 2 10 5 فيه 3 15 5 فيه 4 20 شوفوا إذن 4 فيه 25 عد صفر هنا بقى نزلة جوه ونزلة فوق هاي عيني موضوع القسمة إن شاء الله هم أخليكو أسوى محاضرات اللخ وإن شاء الله فتهمتو بالتوفيق يا ربي